لاب مستعمل لاب مستعمل ما يدخلش بيدي مش ده امره الافتراضي سنة بين قطعة الدخلية ما بتدبش يعني لو فعلا بيدي اتجسل بك كده هنكركب البلاكونة وغيره من الكلام الكتير عن اللابات المستعملة من الآخر اشتري لاب مستعمل ولا لأ كسب معنا في الحلقتين اللي فايتوا محمد عبدالعزيز عبدالله عجور محمود عرفة ومحمود السلوسي لو عايز تكسب اعمل شغل الحلقة على بروفايل الفيس وحط لنا اللينك بتاع بروفايلك هنا في التعليقات اول تعليق هي حقق الشروط دي واحد عشوائي من التعليقات اللي جات بعده هيكسب ه فلاش ميموري 16 جيجا بايت في كل حلقة ولو مش هستكسب ممكن مرده تعمل اللايك وشيري للحلقة دي مش هحصل الحاجة معظم الناس بيبقى عندها رغبة انها تشتري لاب بامكانيات كويسة لكن للأسف ليس كل ما يتمناه المرء يدركه وخاصة بعد التعاون لذلك بيجي السؤال الشهير اشتري مستعمل ولا لأ خلينا نجاوب على السؤال ده من كده نقطة وفي الآخر هنلخص الإجابة من خبرات فريق البرنامج وبنحترم اكيد قراءكم وخبراتكم ومستنيين مشاركتكم في التعليقات سواء هتشتري لاب جديد او مستعمل لازم هتختبره كويس اول ما تجيبه لان الجديد قد يكون الناس بتلبس في مشاكله اكتر من مشاكل المستعمل بسبب ان ننضيفه بيلمع وبيتصدر قائم المفضلة لصاحب المحل بالتالي اختبار الجهاز كده كده هتعمله وازاي تختبره دي هنعمله قريب وحلقة مهمة جدا ان شاء الله طبعا اللاب الجديد هيكون اضمان الى حد ما لو عرفت اتجربه كويس وانت بتشتري اوليك ضمان استرجاع كاميون بدون شروط مستفزة وخلي بالك ان في مقالب كتير برضو في اللابات الجديدة زي ان ممكن يطلع لك مشكلة ما بتستدعيش انه يتبدل ويفضل الضمان يماطل فيك رايح كي بدون تبديل عشان يتصلح وتبقى تعطل تأسابيع وممكن شهور وانت لسه شاري جهازك الجديد لذلك بنقول جرب كويس قوي او ان فيه اجهزة في السوق في الجديد بتنزل او مجددة بمعنى ان الجهاز تبع جديد قبل كده وطلع فيه مشكلة فرجع المصنع اتصلح وتجدد وبيتبع تاني فهو ممكن تعتبره بشكل ما مستعمل الموضوع ده مش حاجة وحشة ولكن بيبقى ارخص حاجة بسيطة المشكلة بقى ان في بعض الاماكن بتبيع الاجهزة دي على انها جديدة والتأكد منها بيبقى محتاج شوية مهارة بالجتسية هنحاول نشرحها في يوم من الايان اي لاب في الدنيا بيبقى ليه عمر افتراضي سوى اشتريته جديد او مستعمل العمر ده بيزيد او بيقل على حسب الشخص اللي بيستعمله على حسب فئة اللاب ونوعه اللي انت طبيعي بتحاول تعليه لما بتشتريه مستعمل بمعنى ان الجهاز ممكن يعيش 8 سنين مع شخص وشخص تاني ما يكملش 3 سنين بالتالي فكرة ان اللاب ده استخدم يبقى عمره الافتراضي قل الكلام ده صحيح نوعا ما الجهاز اللي قابلك استخدامه نضيف حتى انضف من استخدامك انت ولذلك دايما بنقول شوف انت بتشتري من مين واكيد على النقيد لو واحد استخدامه سيء فعمر القطع الافتراضي قل بزيادة فمثلا انت اشتري الجهاز جديد عمره الافتراضي فرضا قد يكون 4 سنين والجهاز المستعمل ده قد يكون بيعيش 7 سنين استخدم منهم سنة النتيجة ان المستعمل فاضل فيه 6 سنين والجديد 4 سنين لذلك فرضيا المستعمل هيعيش اكتر وفي الحالة دي انت استثمرت فرق السعر ما بين الجديد والمستعمل في فئة اعلى من اللابات فهتدي لها استمرارية وعمر افتراضي قاعد وخلي بالك مش دايما الكلام ده صحيح بيعتمد على تفاصيل وحالة اللاب اللي قدامك وبرضو كل اللي قلنا ده افتراضي وفيه متغيرات زي ما شرح والله رجل ده بيتكلم كلام زال فيه اجهزة المستعمل احيانا بيبقى صاحبة جايبة من برا مصر او موديلات مش موجودة هنا بالتالي بيدي لك افضلية فاجهزة ما كانتش ولا هتبقى موجودة في السوق فبتدي لك اختيارات اكتر الميزانية اللي عمنا لك ازمة في الغالب بيبقى ده حلها ويا بقى لو عرفت توقع لحاجة كاسر زيرو فيبقى معك ضمان هساري بس ما تنساش في كل الاحوال ان الضمان مش هيفيدك قوي زي ما انت متخيل الا في بعض الحالات القليلة وما تنساش الضمان لا يحمل مغفلين لما بنقول لا بمستعمل مش معناها هروح اشتري جهاز من قيم الفرعنة بشكل عام ما تشتريش جهاز بقى له اكتر من سنتين نازل ويكون من مستخدم نضيف جدا ولو اكتر يبقى مثلا جهاز كان جيمينج ودلوقتي انت عايز تستخدمه مستخدم متوسط مش جيمينج هاي ان وبقى له تلات سنين منهم سنة مثلا صاحبه كان ركنه وخايف عليه او عنده جهاز تاني وطبعا دي حالة ندرة جدا او بعض الاجهزة الاستيراض بس دي خطورتها بتبقى عالية في الشراء شايف طبعا صاحب المحل داس ديسلايك اهو احنا بنتكلم احنا قلنا خطورتها عالية في الشراء وانت راجل فاهم وعارف كويس اوي اجهزة الاستيراض دي بتعمل فيها ايه من الناس اللي ما عندهاش ضمير وما اكترهم اجهزة الاستيراض بتيجي قطعة في اوقات كتير جدا ويجي المحل من دول ينقي قطعة من كل حبة او كومة ويجمع له جهاز وانت ونصيبك بقى في كل قطع او كل تجميع وعمرها الافتراضي مش معنى كلامنا ان كلها سيء لكن زي ما قلنا لها خطورة عالية ولازم تجرب كل حاجة وتضمن حقك وبرضه ما اطلع عشان اللي هتشتري مني انتوش كنتي قلت 100 و5 وإحنا وقفينه بتبتلزلي تاني ليه في الغالب لما بنتكلم عن مستعمل بنتكلم عن جهاز في حدود السنة او اقل في الاستخدام بحيث يبقى اقل من سعر الجديد بشوية ولسه بحالته اجهزة التمان سنين استخدامه جيلك لباتقيها بتوفيق دي تبعد عنها وتنساها الا في حالة انك فعلا مفيش ميزانية ولازم تمشي امورك وتبقى عارف انه مش هيعمر معاك الا في حالات دعوات الام المستجابة او الاجهزة المخصصة للاستخدامات العسكرية في بعض الوقت بنفضل المستعمل على الجديد حتى لو معانا ميزانية عليها لانه ممكن يعلي الفئة بتاعة اللابي اللي بنشتريها وتفرق في الاداء فمثلا بفرق السعر دا تجيب كارت شاشة بدل ما هو 1050 تايتانيوم يبقى 1060 الا لو صاحب الجهاز المستعمل بيهزر وعرض الجهاز اهل من سعر الجديد بـ 200 جنيه تب تهزر يا ابني النقطة الاهمة بقى ان فيه كروت قديمة وممكن تبقى اقوى من الكروت الجديدة عادي جدا زي مثلا الجي تي اكس 860 ام وال150 ام اكس الـ 68 اقوى فعليا بالرغم ان فيه فرق جلين في النص ومع ذلك ممكن تجيب الجهاز بـ 68 ارخص من الجهاز الجديد بـ 150 وارخص من المستعمل منه حتى مثال تاني للـ 970 ام مثلا لو انت رجل صاحب اطيان والـ 1050 تايتانيوم الـ 970 اقوى في الحالة دي ممكن ما يكونش بيدعم بعض التكنولوجيات الحديثة زي الـ 1050 تايتانيوم لكن الاداء العادي النهائي اي اعلى ممكن تلاقيه بسعر ارخص لذلك الموضوع دايما حالات فردية وبنقارن وبتاخد وقت شوية وتحدد استخدامتك الصحيح بعض التكنولوجيات الجديدة ممكن ما تبقاش موجودة في المستعمل اللي بقى له كام سنة يعني ممكن مثلا حاجة زي الثاندربولت او شاشة IPS او USB-C وغيرهم وممكن تبقى موجودة عادي على حسب انت بتشتري لاب موديله من امتى وبرضو الحاجات اللي بتنزل جديد لناس كتير ما بتستخدمش فيها تكنولوجيات كتير وممكن ما تخدش بالها منها اساسا او جايبها للمنظرة فممكن جدا يكون المستعمل بالتكنولوجي القديمة يكفيك جدا ممكن يكون الجديد اللي فيه الميزة دي سعره عالي على الفاضي وممكن تكون انت محتاج التكنولوجيا الجديدة دي تحديدا لحاجة معاناة في شغلك او استخداماتك فبالتالي ماينفعش الجيبي اللي جديد او كسر زيرو فلازم تدفع فيها لازم تدفع حاجة زي البطارية اكيد كفائتها قلت ونسبة ضعفها دي تعتمد على فترة ونوعه لاستخدامه البطارية نفسها لكن في نفس الوقت ممكن يبقى الموضوع مجزي لو جيت لاب مستعمل بقى اقل من سعر الجديد بكتير واشتريت له بطارية جديدة مثلا او لاب بطاريته من النوع النظيف اللي بيستحمله ما تأثرتش جامل وفي النقطة دي بالذات عايز اقولك ان فيه اجهزة جديدة ممكن بطاريتها تبقى سيئة لدرجة انك لو جيت بعد شهرين تقارنها ببطارية الجهاز المستعمل سنتين فرضا هتلاقي بطاريتي الجهاز المستعمل بحالتها اكتر وتعيش معك اكتر وحيح انك ما تعرفش اللي كان مع اللاب قبلك نوعية استخدامه كانت ايه هل كان بيستخدمه في تصفح الانترنت وتشغيل مزيكة وافلام وحاجات بسيطة ولا كان مقضيها العابه جرافيكس ولا كان بيلعب على الكيبورد بوكسنج بس دي في اغلب الاحيانة تظهر لك على اللاب وانت بتشتري منه هتلاحظ الفرق باللاب بينور كده وانضيف وباللاب عاش فيلم دراما طويل خد في دور البطولة بس خلينا اوضح لك نقطة مهمة جدا مش معنى ان الشخص اللي قبلك كان بيستخدم ألعابه جرافيكس وخلافه ان استخدامه سيء بالعكس ممكن يكون شخص محترف وفاهم وبيحافظ على الجهاز اكتر بكتير من شخص بيستخدم اللاب للشاتو بس مثلا ما بيقرضوش لدرجات حرارة عالية على اسطح مش مناسبة زي البطنية واللحاف دايما بيستخدم كيبورد او ماوس خالجي او بيوصلوا على شاشة دايما محافظ عليه في شنط احترافية كمثال فبيصون اجزاء اللاب والجهاز متجرب تحت ضغط ومفهوش مشاكل وانضام التبريد شغال بكفاءة فالنقطة دي الاهم فيها وانت بتجرب هتشوف اللاب وتختبره هتعرف بقى عامل ازاي واداءه بعد الاستخدام دي اغلب النقطة اللي ممكن نتناقش فيه عن موضوع اشتري مستعمل لا 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 ومن الاخر الاجابة كالقادي اه اشتري مستعمل بس بشروط واحد انك تعرف تختار الجهاز والامكانيات المناسبة بعد اما تحدد الاستخدام الصحيح ليك وبيحتاج ايه مش عشان نتمنظر بيه هنلاب فيه كذا وكذا واحنا اصلا ما بنستعملوش واحنا متلع لكده هنعايز لقى باي سيفن وخلاص اتنين المستعمل بيتنا ايه زي الخضار كده بس الغلطة فيه مقلمة اكتر والموضوع معتمد تماما على ايه المعروض والمتاح مش زي الجديد فلازم تستنى وتقارن بالموجود في السوق وتبقى عارف اجهزة بعينها لو تباعت مش هتلاقي زيها غير فين وفين لذلك دايما لما حد بيسألنا اجيب مستعمل ايه بنقوله شوف المعروض ونقولك ده كويس ولا لا ثلاثة تعرف تجرب وتختبر الجهاز كويس وتضمن حقك اربعة تبقى على قدر من المعرفة بالمخاطرة ومتحمل مسئوليتها واحنا بنساعدك تقللها لأقل أقل الدرجات خمسة يبقى عندك وقت تقارن من المستعمل والجديد وتشوف ايه اللي هيفرق من ده لده ومقارنته باستخدامك وتشوف اجهزة كتير على الأقل عشان ما تشتريش تكنولوجيا مش هتستقدم بس كده سواري اشتركوا في القناة